ومن المسائل المهمة أيضًا هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد ذُكر هذا كما عند مسلم قالهم شرُّ الخلق والخليقة ووضَّحت ذلك فيما مضى من أن الخلق هم الخلق والخليقة هم الدواء يعني هم شر بني آدم وشر من يدُب على الأرض قيل لابن عمر رضي الله عنهما كما عند الطبر بإسناد صحيح وصحاحه بن عجر رحم والله في الفتح قيل له لماذا تقول إن الخوارج هم شرار الخلق والخليقة قال لأنهم ذهبوا إلى آيات من القرآن في الكفار فأنزلوها على المسلمين